السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبة الطلبة مع درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الخامس الأساسي ودرسنا لهذا اليوم هو درس القراءة بعنوان الشمس والريح لنبدأ عزيز الطالب على بركة الله عزيز الطالب أرجو منك أن تكون في نهاية هذه القصة الجميلة والمناظرة الرائعة أن تستخلص القيم الإيجابية المستوحى من هذا الدرس لنبدأ الآن عزيز الطالب الشمس آية من آيات النا والريح أيضا آية من آيات النا الشمس جعلها الله سبحانه وتعالى تجري لمستقر لها وأيضا الريح جعلها آية من آياته وجعلها معجزة من معجزات أنبيائه عليهم السلام إذ جعل سيدنا سليمان يستخدم الريح لأغراضه التي يتنقل فيها من مكان إلى آخر فإذن علينا أن نحترم هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأن نقدر قيمتها في حياتنا وأن نستوعب هذه القيمة وأن نشكر الله سبحانه وتعالى على وجود الشمس في حياتنا وعلى وجود الريح في حياتنا إذن عزيز الطالب هذه المناظرة تبدأ بأن تقابلت الريح والشمس ذات يوم إذن كان هناك مقابلة بين الريح والشمس وكما قلنا عزيز الطالب الريح آية من آيات الله والشمس أيضا آية من آيات الله الدال على قدرته وخلقه سبحانه وتعالى قالت الشمس للريح نحن أقوى ما في الطبيعة والطبيعة أيضا أحباء الطلبة هي من خلق الله سبحانه وتعالى وعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن ذلل لنا هذه الطبيعة ويسرها لنا وهيئها حتى نستطيع أن نعيش فيها قالت الريح في غرور لكن لا تنسي أنني أقوى منك فإذن هنا الريح تتحدى الشمس تضايقت الشمس ثم قالت أعرف أنك تملئين الدنيا بوجودك لأن الريح عزيز الطالب موجود في كل مكان الهواء موجود في كل مكان لا أستطيع أن أحجز مكانا دون هواء لأن هذا المكان سيكون عديم النفع ولن يستطيع أن يعيش فيه أي كائن حي لأن الحياة تعتمد على وجود الهواء ووجود الريح وتخيفين الناس بصوتك القوي إذن عزيز الطالب كنا قد مررنا بفصل الشتاء وقد سمعت أكيد صوت الرياح وهي تعصف وتزمجر من خلال النافذة إذن للريح صوت قوي إذن الشمس تضايقت ثم قالت أعرف أنك تملئين الدنيا بوجودك وتخيفين الناس بصوتك القوي إذن للريح وجود في حياة الناس فهي تزمجر وتملئ الدنيا بوجودها وتخيف الناس بصوتها القوي لكن الشمس هنا أيضا ماذا قالت عن نفسها؟ قالت لكنني أضيء الكون بنوري وأبعث الدفء في كل مكان فبقدرة الله سبحانه وتعالى جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشمس النجم المتوسط الحجم الذي يكون بعده مناسب حتى يتحمل الإنسان حرارته لأن الشمس عزيز الطالب هي نجم من النجوم وهذا النجم الحرارة فيه مشتعلة وعالية جدا ودرجة حرارتها مرتفعة جدا إذا اقتربت بعض الشيء قد تحرقه ما في الأرض جميعا وإذا ابتعدت بعض الشيء قد يتجمد كل ما فيه على هذا الكوكب من كائنات حية يقول الله سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون إذن هذه آيات من آيات الله وضعها الله في مسار محدد لا يجب عليها أن تتعدى هذا المسار حتى يبقى الإنسان في نعيم وفي حياة هانئة في هذه الدنيا وتقول الشمس لو لاي لغطت الثلوج الأرض كلها وهذا أمر صائب أحبة الطلبة لأن الشمس لو ابتعدت قليلا لتجمد كل شيء على هذا الكوكب ونذكر أحبة الطلبة الكواكب البعيدة عن الشمس من المجموعة الشمسية يكون فيها الشتاء قاتلا والثلوج تغطي الكوكب طول السنة لذلك خلق الله لنا سبحانه وتعالى هذه الشمس في مسار محدد حتى تتوافد علينا الفصول الأربع وأيضا تأتي هذه الفصول حتى يستطيع الإنسان العيش على هذه الأرض وأيضا لو لا وجود الشمس لمات الزرع والخلق والحيوانات إذن الحياة على كوكب الأرض عزيز الطالب تعتمد اعتمادا مباشرا وكليا على الشمس لأن النباتات تصنع منها غذاءها ومن يعتمد على النباتات في الغذاء الذي هي المستهلك الأول للبشر والحيوانات فإذن المنتج الأساسي الذي ينتج الطعام على هذه الأرض هي النباتات التي تستفيد بداية من أشيعة الشمس التي تصنع بها غذاءها حتى تستطيع أن تنمو وتكبر ومن يستفيد من هذه النباتات عزيز الطالب إنه الإنسان والحيوان على السواء فإذا عدمت هذه النباتات ولم تكن موجودة لأن الشمس غير موجودة إذن ستنتهي الحياة على هذا الكوكب وسيموت الإنسان وسيموت النبات أيضا والحيوان أيضا هنا تسخر الريح من كلام الشمس ضحكت الريح من كلام الشمس وقالت لا تحسبينني ضعيفة عندما أكون هادئة ساكنة هكذا فأنا حين أهدأ أكون نسيما رقيقا إذن هنا الريح تحاول أن تبدي ما عندها من مواهب وما عندها من عظمة فتقول للشمس أيتها الشمس الرائعة لا تحسبيني أنني ضعيفة ولكنني أنا أهدأ فإندما أهدأ أهب نسيما رقيقا عليلا يستمتعوا بوجود الإنسان ولكن عندما أزمجر أما حين أثور فأصبحوا ريحا قوية بل عاصفة هوجاء يخافني كثير من الناس واعلمي أيها الشمس أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل عذاب أقوام في الريح جعل عذاب أقوام في الريح فأصبحوا كأنهم جذوع نخل خاوية إذن أنا حين أثور أصبح ريحا قوية بل عاصفة وهوجاء تقلب السفن وتقلب البواخر وتدمر البيوت وتدمر الدور إذن الريح نعوذ بالله من شرها ومن غضبها لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عزيز الطالب إذا جاءت الريح وهبت الريح قولوا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا لأن الرياح فيها الخير والبركة والريح فيها العذاب كما قال صلى الله عليه وسلم نظرت كل منهما إلى رجل يلبس عباءة ثقيلة بعد أن انتهى نقاشهما وتحدي كل منهما للآخر نظروا فإذا بهما يرى رجلا يلبس عباءة ثقيلة يمشي في الطريق فكان هذا الرجل مصدر تحدي لهما قالت الريح للشمس متحدية أقوان من يدفع هذا الرجل إلى نزع عباءته إذن هنا أصبح التحدي أن ينزع هذا الرجل عباءته أما بقوة الريح أو بحرارة الشمس فإذن بدأت الريح في تحديها هبت الريح بشدة وأخذت تعصف بكل قوتها إذن هنا أخذت الريح تعصف وتعصف وتعصف بكل قوتها لكن ماذا فعل هذا الرجل؟ ازداد تمسكا بردائه وبملابسه حتى ليصيبه البرد وهاجمت الريح الرجل بعنف لكنه تمسك بعباءته أكثر وأكثر إذن كلما كانت الريح تهب كان يتمسك بملابسه أكثر فأكثر هنا عندما تعبت هذه الريح قالت الريح للشمس وهي يائسة لأن الرجل لم يتخلى عن ملابسه ولم يتخلى عن عباءته لقد عجزت إذن هنا شعرت هذه الريح بالعجز وأفسحت المجال للشمس حتى تتحدى وتقوم بدورها كما قامت الريح وقالت له لقد عجزت وجاء دورك هنا بدأ تحدي الشمس فماذا فعلت؟ بدأت الشمس ترسل أشععتها الدافئة شيئا فشيئا إذن أخذت دفء يتسلل إلى جسد هذا الرجل شيئا فشيئا حتى أحس بالدفء واطمأن أن الريح لن تأتي وتأخذ عباءته وسرعان ما أحس الرجل بالحرارة إذن بدأت دفء يتسلل إلى جسده حتى أصبح حارا فخلع عباءته قالت الشمس وهي مبتسمة وتضحك أيها الريح هل عرفت الآن من الأقوى؟ وأنتم أعزاء الطلبة هل عرفتم الآن من هو الأقوى؟ نعم إنها الشمس لأنها بكل لطف ولي أخذت تسلسل هذا الدفء في جسد هذا الرجل حتى شعر بالحر وخلع عباءته إذن فقالت الشمس للريح يا صديقي إننا نستطيع أن ننال باللين والرفق ما لا نقدر أن نحققه بالعنف والقوة إذن علمت الشمس الدرسة للريح وقالت له إن اللين والرفق قد يحقق الإنسان فيه مبتغاه أكثر من القوة والعنف وأيضا هذا في كل الحياة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا باللين وأوصانا بالرفق وأوصانا بالرفق في الصغار وفي الكبار وفي النساء وفي الشيوخ وفي الرجال وأوصانا رفق حتى في الحيوانات عندما جاء طفلا صغير معه عصفورا قد أخذه من عشه جاءت أم العصفوري ترفرف عند النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن أحدا قد أخذ صغارها فقال صلى الله عليه وسلم من فجع هذه العصفورة بصغارها ردوا عليها صغارها وهذا من الرفق واللين والرحمة التي كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم والأولى بنا أحباء الطلبة أن نكون نحن الرحماء والرفقاء والليينين مع غيرنا اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أحباء الطلبة هذا هو درسنا لهذا اليوم هذه عبارة عن مناظرة بين الشمس والريح تحدثت فيها هنا الشمس والريح معا تحدثها معا ثم قالت الشمس نحن أقوى ما في الطبيعة وبعد ذلك ردود الريح في غرور أنها هي الأقوى وتضايق الشمس من هذا الرد أيضا بعد ذلك مقارنت الشمس نفسها بالريح وقولها أن الريحة تملأ الوجود وتخيف الناس بصوتها لكن الشمس تضيء الكون وتبعث الدفئة ولولاها لماتت المخلوقات أيضا في هذا الدرس أحباء الطلبة من الأفكار ضحكوا الريح من كلام الشمس وقولها أنها لا تظنها ضعيفة عندما كانت تكون نسيما رقيقا ساكنا لكنها عندما كانت تثور تكون عاصفة هوجة أيضا في النهاية هذه القصة أحباء الطلبة هناك تحد بين الريح والشمس بعضهما لبعض أيهما يستطيعوا أن يدفع الرجل إلى نزع عباءته الثقيلة وكما رأينا أحباء الطلبة أن الريحة قد عجزت عن جعل الرجل أن يتخلى عن عباءته أن إنما الشمس بدفئها اللين الهيني الرقيقي استطاعت أن تدخل الدفئة إلى جسده والحر إلى جسده فاستطاع أن يخلع عباءته إذن المغزى من هذه القصة أحباء الطلبة أو القيمة الإيجابية أن الهدوء لا يعني الضعف بداية وأيضا باللين والرفق يمكننا تحقيق ما نريد لا بالعنف والقوة إذن كما قيل في المثل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا إذن أحيانا يكون الإنسان الذي يصدر صوتا يكون فارغا من الداخل أما الإنسان الهادئ اللين الرفيق قد يحقق ما يصب إليه أما رأيي أن أحبة الطلبة هي مناظرة جميلة تعزز من ثقة الشخص بنفسه وتقديره لذاته لأن كما رأينا كل من الشمس والريح قد أظهرتا ما لديهما من جميل وما لديهما من أمور إيجابية ولذلك تجعلنا ننظر إلى الإيجابيات ونتمسك بها ونبتعد عن السلبيات ولكن لو كنت مكان الريح لدافعت عن نفسي أكثر من ذلك ولكن لو كنت مكان الريح لدافعت عن نفسي أكثر من ذلك وقلت أنني أستطيع أن أصنع بالريح أشياء أكثر إذن حزيز الطالب كما قلنا ما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه أي جعله سيئا فإذن تأمل قوله صلى الله عليه وسلم تدرك أن اللين والرفق نبلغ ما نريد ونحقق لنا السعادة براحة مرضة وهذا لا يعني أن نكون ضعفا نلين للآخرين فطهض محقوقنا بل أن نكون مرنين ننثني باتجاه العاصفة لكننا لا ننكسر نتعامل بحكمة وذكاء بعيدا عن العنف فننال مرادنا وننتصر على كل ما يؤذينا كن عزيز الطالب هينا لينا سهلا وستجد أثر ذلك في حياتك بل حتى بعد مماتك أشكر لك متابعتك وأشكر لك حرصك على التعلم والفائدة شكرا لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته